بالعاصمة الرباط وقوالات التابعة لها برسم العام 2019 أن المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال سنة الجارية تهم مختلف قطاعات البناء والأشغال العمومية وسيكون لها أثر إيجابية على كامل الاقتصاد الوطني هذا واحد نصف يوم تنخصوه العرض الاستثمارات التي كانت في قطاع الجيس كترة من 40 مليار درهم درهم الاستثمارات در القطاع العمومي حوالي 4000 مليار در سنتيم لتتهم مختلف المجالات للجهيز هذا يعطي بطبيعة الحال قطاع تجهيز الرياضة في المجال ديال المشاريع وهي بطبيعة الحال المشاريع اللي أغلبها اللي لم يكن كله أتقريبا تستفد منها مقاولات وطنية مكاتب دراسات ومختبرات وطنية وبالتبع بطبيعة الحال غير يكون عندها أثر على مناصب الشغل وكذلك على الرفع وتحسين المستوى البنية التحتية ويندرج هذا اللقاء في إطار تفاعل التزامات العقد البرنامج الذي تم توقيعه في شتنبر 2018 بمدينة الحسيمة بين الحكومة ومهني قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل تبدل المعلومات حول هذا القطاع